في ظل ما تعيشه الدول العربية من أزمات تظهر وسائل علام بالشكل يحاول تزييف الواقع من خلال إنفاق المليارات لخلق الفتن ودأجيج العنف وتغييب الوعي قناة الجزيرة القطرية إحدى وسائل العلام التي اعتمدت طيلة السنوات الماضية على تزييفه واليوم قامت بحملة مجبوهة ضد صحيفة اليوم السابع مداعية أنها تخدم مصالح الإمارات بالهجوم على الدوحة قوة المعلومة أمام تزييف الحقائق معركة هذا الزمن الذي تسرعت فيه أدوات إعلامية من أجل ترويج لسياسات تؤجج الفتن وتخدم مشروع تفتيت الدول العربية من خلال خطابها التحريضي معركة يفوز بها في النهاية المحتومة من يمتلك المعلومة الصادقة والهادفة للبناء وتكون الخسارة فيها من نصيب أولئك الذين ينفقون المليارات على التلفيق والتزوير والتدمير ولم يعد يحتاج أي عاقل لإثبات أن قناة الجزيرة القطرية باتت إحدى هذه الأدوات الإعلامية التي تسعى إلى إشعال المنطقة وتأليب أبناء الوطن الواحد ضد بعضهم البعض من خلال أكاذيب وفبركة كاذبة ضد من يمتلكون الحقيقة وينطقون بها ويحاول التصدي لمؤامراتها وآخر هذه الأكاذيب ما روجت له الأدات الإعلامية للمخابرات القطرية حول منح قيادات جريدة اليوم السابع الضوء الأخضر لمحرريها بالدخول في معركة مباشرة ضد قطر ودعم الإمارات وذلك من خلال نشر بريد إلكتروني مزيف يحمل أوامر مباشرة بذلك جريدة اليوم السابع التي عرف عنها المهنية والمصداقية في نقل الأخبار وأصبحت مصدرا موثقا للمعلومة أكدت أن مراسلتها تتم عبر خوادم خاصة وليس عبر خوادم الجيميل كما كشفت أنه بعد تتبع مصادر البريد الإلكتروني المفبرك تبين أن مصدره عناصر وقيادات إخوانية مقيمة حاليا في الدوحة ويتم دعمها ماليا من المخابرات القطرية الجريدة وصفت هذه المحاولة بأنها تكشف عن حجم الاحتزاز الذي تعانيه قطر وأجهزتها وشددت على استمراريا في مواجهة السياسات العدائية ومواقف قطر المشبوهة طوال الفترة الأخيرة طالما توفر لها الأدلة والمعلومة الصادقة رفضة أي اتهام أو تشكيك في مصادر معلومتها أو في مواقفها وهي تدفع عن الرؤية الوطنية والأمن القومي لمصر والوطن العربي ضد كل من ارتضوا أن يكونوا وكلاءا لدول وقوى خارجية